تحضر معسلة سهلة و سريعة و لا تحضر البريوات او المحينشا تحضر معي هذه المعسلة رائعة جدا بالكوكو تأتي من ألد و أرواع مياه سوف نحضر الحشوة الأولى سوف نحتاج إن شاء الله اللوز بالنسبة للوز ممكن تعوضه بالكوكو فأنا هناك ندرت 300 غرام ولكن جتني قليلة وزدت 200 غرام أي سواء ندرتوا اللوز أو الكوكو سوف نصف كيلو و كذلك ممكن تجمعوا ما بين اللوز و ما بين الكوكو يكونوا محمرين فالكوكو ضروري يكون محمر أخوات اللي بغوا يعملوا اللوز بغيتوا تديروه خضر رتهوك يجيل طعم دياله زوين أو تديروه محمر غير ما تفوتوهش في التحمير باش ميجيش لونه مغمق و دائما إذا حمرتوه في الفران سوف تحمروه على نار اللي مهيلة المهم من بعد ما كان طحنوا اللوز نصف طحنة كنضيف عليه ثلاثة المعلاقة للسكر إذا بغيتوا تديرو السكر غلاسي بلا ما تطحنوه تتكونوا تخلطوه على تديرو السكر درتوا السكر الخاشين غادي تطحنوه في المرة اللوله غادي نحتاجوا أيضا 300 غرام من المكوين اللي غادي يعطي لده و هشاشة وتعليكة لهذا الحشوة فغادي نحتاجوا الكوك أي جوز الهند فجوز الهند أحسن نوعية اختاروا ديك النوعية اللي كتكون معلكا عملوه في 300 غرام عملوها في صينية و دخلوها كا تصهد واحد شوية في الفرام بشك تجيب نينا طبيعات الحال إلا عقزتوا مبغيت بشتحمره ممكن تضيفوا الكوك بلاد حمر حتى وكي يجيزوين و معلك كان خلطوا داك اللوز مع الكوك أو إذا درتوا كوكو تخلطوا الكوكو مع الكوك ضيفت جوج الصشيات صشي من زهرة البرتوقل وصشي من الفاني في حالة ممتوفر زهرة البرتوقل ديروا واحد المعين قد يلمى الزهر من بعد ما خلطتهم على اللوز و الكوك سنضيفوا خمسة المعالقة ديال الزبدة مدوبة إذا عبرتوا بالكاس ديروا نصف كاس من الزبدة المدابة الزبدة أي نوعية متوفرة عندكم المارغارين ديال العبار ديال البوطة أي نوع الزبدة عندكم عملوه غير دوبوه وصافي من بعد ما خلطنا الزبدة مع المكونات وبسبسنا جيدا سنضيفو ثلاثة المعالقة ديال المربة تقدروا اي مربة عندكم انا درت المربة ديال المشمش في حالة أخواتي بغيتوا تديروا نسلي تاني سلي كيجيم زيوين اي نسلي كراميل او نسلي ديال الحليب بجوش كيجيو واهري فانا متوفرة عندي المربة لذلك درت المربة غادي نخلط جيدا ذاك المربة حتى تنسى جملية فهذا المربة او درته نسلي كيجيو واحد تالي كيجيو يعني ذاك الكوك يزيد يعلكنا وما نقول لكم شي هاد الحشوة كيجيو بنينا وذيك الكوك مع اللوس او لا يدرتوا كوكا وربجوش بهم كيجيو زيوينين كيجيو واحد الحشوة اللي راقية وخفيفة ماشي مثلا ما كيجيش كدقهم صافي حضرت الحشوة ديالي خليتها وغادي نحتاجوا ورقة الفيلو كانت عندكم متوفرة الورقة الفيلو مزيان ما كانت شي متوفرة ستعملوا العجين اللي كان عمله في المنزل وكان ورقوه بالنشح حتى هو كيجي ممتاز ورائع فانا بش كنربح الوقت وكنقدم ليكم واحد الحاجة اللي سهلة وفش كنخدم معاكم العجين فالاكتر يكي يقول لي واش نخدم بورقة الفيلو لذلك من البداية كنخدم معاكم بورقة الفيلو ونخلي لكم ان شاء الله رابط في اول تعليق ديال العجين اللي تقدروا تحضروا به يعني نفس المعسالة فورقة الفيلو ضروري قبل ما تخدموا بها جبدوها بواحد جسوية بش تاخد لنا درجة الحرارة المطبخ ومن بعد يعني كتفتحوها وكتخدمو بيها عادي غير ضروري متخليوها شمعوا الريا هكا يعني هزو ورقة وغطيوها بالبلاستيك ومنديل وعاودوا عاودان يجبدو ورقة وانتو ما غاديين تتساليو واذا كان حداكم مثلا نسطح العمل اللي كبير خليوها مفرشو لها منديل عليها بلاستيك عفوا والورقة تلفيلو وغطيوه بالبلاستيك ومنديل ومن بعد كتخووا غيتع الريو تهزو ورقة بورقة والورقة اللي خدمتم معاكم بها هادي هي ديال بيم 8 ديال 15 درهم ونص فيها تسعود ديال ورقة فاغزالة ما شاء الله وزوينا بززاف وجاتني ازعماء احسن ورقة الفيلول اللي جرمت الحدساء الاخرى اللي كان نخدم معاكم بها دائما تهيزوينا ولكن جاتني هادي احسن وكتخليك تخدم مرتاحة وعجبتني بزززع ما عجبتني كتر يعني انا نصحكم بهادي اولا وان شاء الله هذا جربتش نوعية اخرى وعجبتني انا ضروري نتقسمها معاكم فدوبت الزبدة وخلطتها مع الزيت خليتهم على جانب وهنا الحشوة غادي نقسمها على تسعود يعني عندي تسعود ديال الورقة الحشوة غادي نقسمها على تسعود مش تجيني ان شاء الله هي هاديك مع الورقة فكان اخذ الورقة ديالي وكنطلقها على سطح العمل وكندهنها بالخليط الزبدة والزيت فالزبدة والزيت انا تقدروا تديروا غير الزبدة بوحدتها انا ياكن نخفف من الزبدة نزيد لي هالزيت باش كتخفف لي شوية وصفي كان بدان نطلق الورقة ديالي وندهنها بالزبدة والزيت جيدا من الواسط ومن الجوانب وكناخذ الكمية ديال الحشوة وكنوزعها في النصف ديال الورقة مشي في الورقة كلها نوصل الجوانيب مو الواسط وغير في النصف ديال الورقة مشي في الورقة كلها فم الواسط وم الجوانيب والحشوة بطبيعة الحال كل ما بغيتوا الحشوة أكتر تجيكم غادي ضعفوا المكونات ولكن هاد الكمية اللي اعطيتكم فكاز اعطينا ما شاء الله واحد الكمية في المعثلة هي هذه الحشوة تأتينا غالبة على الورقة بعد وزعت الحشوة في نصف الورقة سنبدأ نلوي نحن مزيرين يدينا شوية نقوم بها الطريقة نصف الورقة سيأتينا مملوء بالحشوة تهد الورقة اللي في الوصد تأتي مقرمشة النصف الاخر سنلوي هو اللي سيعطينا لديك التوريقات من على الوجه نشاء الله في الاخر هتشوف النتيجة نشاء الله في الاخر هتشوفوا النتيجة نصف الورقة اللي غيكلوية كيجي هكاي 1-3 أو 4 يلاويات كيجيونهم مورقين نجيبوا الصينية اللي يدخل الفراع وكنعملوا فيه هاد الحرابل فدروري ادهنه بزبدا والزيت الصينية Because of the acid ووضعوا الحرب الأول ودهنوا ونجيبوا على ثانية ورقة أخرى ونطلقوها على سطح العامل وندهنوها جاي إذا بالزبدة والزيت من الواسط ومن الجوانب ونفيدا ديال المطبخ أو ليلة عندكم شباب في المطبخ يعني كيدخل لكم لهوا فسواء كان هو بارد أو لا سخون فسدوه باش الورقة متنشف ليكم شي فانا معت صوير يعني باش كنمشي معاكم بشوية بشوية والخطوات يكونوا واضحين فيعني كنحس بأن الجوانب كنشفوا فانتو ما تكون نحاول يداكم تكون شوية خفيفة ونوافيد سدوهم باش الورقة متنشف لكم شي فكندهنوها كبز زبدة والزيت طبيعة الحال أخوات ممكن تديرو غير الزبدة بوحديتها سوف نجيب الحشوة ووضعها في النصف ديال الورقة ونلوي بهذا الشكل فالنصف الأول كيجي مملوء بالحشوة والنصف الثاني كيكون خاوي هو اللي كيعطينا ذاك التوريقة ان شاء الله من الفوق وكننرفض للرولو او للحربول وكنحطوه في الصينية غادي نستعمى ان شاء الله بنفس الكيفية حتى كنكملو كمية كلها بنفس الطريقة واللي كنحطوه في الصينية كندهنو بالزبدة والزيت وفي هذه الأثناء كنشعل الفران باش كيكون سخون خاص داروري هاد النوع من المورقات او لمن المعسلات يكون الفران سخون فبهاد شك نملو الحشوة في النصف ديال الورقة وكاللويب والنصف الاخر كتكون يعني غير الورقة واللي كنحطوه في الصينية كندهنو بالزبدة والزيت فالحشوة فاشكا نقسموها كتجينة هي هادك يعني كتجينة هي هادك مع الورقة وهاد الورقة هاد البكية هاد في هاد سعود ديال الورقات فخدمت بي هادك النهار معاكم قطليكم تمانية ما عرفتش واش كل البكية كيكون فيها واحد العدد ولا انا كنت ازقلت شي وحيدة بلما نحسبها معاكم صفي كنستمرو بنفس الكيفية حتى كنسالي الورقة كلهم ومن بعد ما كنحطوه في الصينية كندهنو بالزبدة والزيت الزبدة تقريبا غايت كفاكم واحد مية غرام ما بين اللي عملنا في الحشوة وما بين اللي دهن اللي ورقنا والزيت كأس إلا ربح فدائما ديرو غير ديك الدهينة خفيفة صافي كنقطع هكا قطع صغارين باش في الاكل كيجيو مزيونين وخفافين وكندخلو صينية ديالنا الفران اللي مسخن من قبل خليت الفران مشعول مية وسبعين دراجة فران مشعول غير من الاسفل المدة ديال واحدة ربعين دقيقة من بعد ما كان طلو تبليها كانش فات و تحمرت شوية من الجوانب كانش عال عليها حتى من الواجه باش تاخد لي لون دهابي امنين كان نخرجوها من الفران وهي سخونة نسقيوها بالعسل فإذا درت الشرب فضروري شرب يكون قاسح باش الورقة ما ترتابلكم شي نسقيوها بالعسل فانا درت تقريبا نصف لترو ديال العسل دائما هاد اللطة هادية نسقي بنصف لترو ديال العسل وهي سخونة وكنرجع الثانية للفران باش ديك سخنات الفران تخلي المورقة ديالي يتشربوا العسل وحتى خليت لي كلها والغد لها عجبتها ورشيت عليها كشوية ديال لوز كونكاستي وغادي ان شاء الله نقدموها بالصحة والراحة فهنايا قبل ما كان نهيز نعاود نجيب السكين وكنقطاع لان العسل تخلي ديك القطاع يتلسقوا مع بعضيته فبهات الشكل كتجي من داخل شوفوا إذا كانت عندكم درجة الحرارة 170 درجة اللي هي عالية نقصوا باش ما تحرق متى شي حاجة خصنات طيب على خطرها وهادي هي المعسلة ديالنا كتجي غزالة كتجي مشربة العسل كتجي بنينة والأهم كتجي خفيفة فهادي المعسلة هادي تقدروا تاكلوا 4-5 ديال القطاع بلا ما تحسوا داك الكوب كيخليها خفيفة وكيخليها ما شاء الله غزالة وبنينة فقسمت معكم وحيدة ربما نقول لكم شي القرمشة كتجي حتمل داخل داك الورقة مقرمشة وزوينة والحشوة كتجي كتجمع ما بين التعليكة واحد الخفة واحد المدق اللي رائع ومميز فان شاء الله غادي نجمع هاد المعسلة ديالي فطريقة الاحتفاظ اذا درتوها الراسكم او درتوها الكليا فاش تسلموها لهم داروري تعمل فعل بمحكمة الاغلاق وفي مكان اللي ما كيدربش فيه الظو بزاف باش كتبقى دائما محافظة على القرمشة ديالها اكتر من شهر او شهرين غادي نزيد ان شاء الله هنقربكم اكتر من المعسلة ديالنا فكتجي به هاد شكتجي يعني بحل البقلاوة طريقة شفية مختلفة والحشوة قبلاوة راقية وزوينة وبنينا قا تمنا تكون واحد حالي و قا تمنا ان شاء الله تجربوها فصدقوني ما غديش تشبعوا منها و غزال بنينا بزاف بزافבزاف سواء فا كتبتوها باللوز او بالكوكو كدجي زوينة و او الكوك ان شاء الله انكم قا تجربو الفيديوة فكعطيت معداق رائع وكيعطيها واحد الخفة اللي لا مثيلة لها بهذا كنكن وصلنا نهاية الفيديو كنتم ناريكم عواشا مباركا مسعودة دخولي لكم صحة والسلامة ومات منيتوا إن شاء الله دمتم في أمان الله مع السلام